أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن معدل البطالة بين المواطنين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9% في الربع الأول من العام الحالي وأشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من ثلاثة أرباء القوة العاملة في المملكة هي من الأجانب وتأتي هذه البيانات رغم الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها لحكومة السعودية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل مستوى قياسي سجله معدل البطالة بين المواطنين في السعودية فبحسب الهيئة العامة للإحصاء بلغ المعدل بين الذكور 7.6% فيما سجل بين الإناث 30.9% ارتفاع معدل البطالة يأتي وسط إجراءات الحكومة السعودية لزيادة وتيرة سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية فبالرغم من الضغوطات على المغتربين لا يزال النمو في الوظائف غير كاف للسعوديين لتعويض خروج العمالة المهاجرة من السوق المحلي العمالة الأجنبية ما زالت تشغل أكثر من ثلاثة أرباع الوظائف في المملكة فيما لا تتجاوز نسبة المواطنين العاملين 24% الرؤى الاقتصادية الطموحة للسعودية بخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% بحلول العام 2020 لا يبدو أنها تسير نحو التحقق في ظل الاتجاهات السلبية العكسية التي سجلتها هيئة الإحصاء الحكومية مؤشرات خطيرة تشرع الباب لأسئلة حول جدوى التعديلات الاقتصادية التي يتبنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإن كانت تقدم حلولا حقيقية لأزمات البلد النفطي الذي بات كثير من مواطنيه ينتظرون المنح الحكومية لإعانتهم على الغلاء وتكلفة المعيشة يحدث ذلك فيما ترصد مليارات الدولارات لمشاريع لا تخلق فرص عمل ولا تدر دخلا على المواطنين إصلاحات وصفتها مجلة إيكونوميست البريطانية بالمشوهة وبأنها تضيف أعباء غير ضرورية ومعنا من الدوحة مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي سيد عبد السلام هذه الأرقام التي نشرتها هيئة الأحصاء ليست فقط تتعلق بالبطالة السعودية أي المشتغلين السعودي إنما أيضا حتى الأجانب بشكل عام فرص العمل على ما يبدو لم تزيد على عكس السياسات أو الإجراءات التي حاولت الحكومة أن تتخذها ما السبب برأيك؟ يعني بالطبع هذه أرقام مخيفة مرعبة بيستغربها أي شخص نظر للاقتصاد السعودي في بلد تعد واحدة من أكبر منتج نفط في العالم في واحدة تتدفق عليها إرادات بتتجاوز 600 مليون دولار في اليوم الواحد بسبب ارتفاع أسعار النفط في بلد لديها احتياطيات من النقد الأجنبي بتقدر بحوالي 500 مليار دولار وبالتالي هذا الأمر مستغرب جدا كنا ممكن نتوقعه في دول محدودة الموارد فقيرة لكن الأرقام السعودية في البطالة تفوقت على الدول العربية المحدودة الموارد مثلا البطالة في السعودية بتتفوق على البطالة في الجزائر بتتفوق على البطالة في مصر بتتفوق على البطالة في تونس وبالتالي من المستغرب أن يحدث هذا في بلد تتفق عليه المليارات في كل عام أن نجد أكثر من مليون شاب سعودي عاطل عن العمل يبحثون عن العمل أن نجد ذلك رغم ارتفاع المتواصل في أسعار النفط أن نرى ذلك في ظل حديث مستمر للحكومة عن نجاح سياسة توطين الوظيف أن نرى ذلك في ظل قرارات حكومية بقصر العمل في 12 بطاعة عبدالسلام ذكرت نقل تياسة توطين الوظائف أي بمعنى أن يكون هناك أكثر توظيف للسعوديين بدل من الموظفين الأجانب بل ليس فقط في قطاعات معينة كانت تقلديا للأجانب إنما في مجمل القطاعات الأرقام تشير حسب النتائج أن سلطات في المملكة أصدرت أكثر من 500 تأشيرة عمل للأجانب والأرقام تشير إلى أن عددا 22% منها أو ربما أكثر بفاصل ثلاثة حصت القطاع الحكومي بمعنى ليس فقط القطاع الخاص الذي يلجأ إلى العمالة الأجانبية أو الموظفين الأجانب لرخص الأجور إنما أيضا القطاع الحكومي يعتمد تناقضات هذه السياسات كيف تفسرها؟ يعني إحنا لدينا طرفين أو أمرين الأمر الأول هو تسارع وتيرة خروج العمالة الأجنبية من السعودية بسبب الرسوم الزائدة والضرائب والإجراءات التقشفية ورفع أسعار الوقود وغيرها مثلا في الربع الأول من العام الجاري خرج من المملكة أو غدر المملكة 250 ألف عامل وافد هناك قبلها بشهور خرج من المملكة 47 ألف سوداني وكذلك الرقم بالنسبة لمصر وقد يفوق هناك على العمر الآخر أن العمالة السعودية للأسف غير مؤهلة لسوق العمل هناك بطالة شديدة بين حملت رسالة الدكتوراه والماجستير بين حملت المؤهلات العلية الموظف السعودية اعتاد على راتب محدد على دخل محدد وبالتالي يستنكف أو يرفض العمل على سبيل المثال في الوظائف اليدوية في وظائف إصلاح العربي السيارات في الوظائف التي تحتاج مجهود هنا سوق العمل هناك فرص للمواطنين السعوديين لكن المواطن نفسه غير راغب في هذه المسالة إضافة أيضا إلى أن الحكومة نفسها بتعد وتطلق عود براقة بإعادة تأهيل الموظفين في إعادة التدريب لكن للأسف لا نجد خطوات ملموسة في هذا المجال شكرا جزيلا لك مصطفى عبد السلام الخبير والاقتصادي كنت معنا من الدوحة شكرا جزيلا لك